اشتركوا في القناة نقاف نعطو بحدو اياك شعار يشدو نفتار بالوزن يمدو معناف الطالع وافي موزون وياك ودو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفضل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سباق القوافي في نسخة الثامنة عشر مشاهدي الكارم هذه الحلقة هي الحلقة الخامسة من الدور الأول معانا فيها أثلت المتسابقين مشاركين الليلة عندهم القاف اللي يقول القاف اللي بتيث تام فرض التوجيه بالمودة عس من الدخل لا تبرز في الشي بعينيك لا تظلم حد ولا تدخل شي زاد مولي ما يعنيك المتسابقين اللي متبارين على القاف الليلة هم واتباعاً حمدي يارة من مدينة العيون تسفقات رجان الحسن عيل لال من مدينة الصمارة الحبيب لمعدل من مدينة الطنطان إذن على بركة الله سابق ما بدأنا أجواء التباري مشاهدي الكارم وكالعادة لنعرفكم على أعضاء لجنة التحكيم والبداية مع الأديب اللامع القادم من موريتانيا الشقيقة ورئيس منتدى الأداب الوطنية محمد لمينو اللحمد ديّ الأديب والشاعر عضو اتحاد أدباء والشعراء الحسانيين بالجهات الجنوبية الثلاث سيدي وللخليل الأديب والشاعر رئيس ماركز تيرس للدراسات والأبحاث الحسانية بجيثة داخلها محمد مولاي والأديب المبدع رئيس جمعية الإبداع بمدينة طرفاية حمز العمري ضرق مشاهدي الفاضل اللي نبدأه أولى المشاركات أو أولى الطرع اللي نسمعه مع الأديب المتميز حمدي يارا من مدينة العيون المتسابق حمدي يارا من مدينة العيون يسبق له قطل حاجة دوار نهائية في النساخ الماضية مزال بنفس الحماس وبنفس الإصرار اللي تتعرف عليهم من خلال الروبورتاج التالي بسم الله الرحمن الرحيم حمدي يارا من مدينة العيون نص المشاركة إذا راه من قلتي الحق الحق في المو بيها شق ومع قلتي الحق الحق أمو اللي عودان الباطل فيها خسارها ومحقق عن شي فيه نفعها عاطل وفي ذلة أمت بيت قياع ملاهت لي ورى باطل فيها والدادم يفصل قاع بين الحق وبين الباطل في الكذب ويم الخيانة والذل وضع في المكان والنفاق غرش لك يا أنا عن ما لك بعد الصراحة بخلاف الصدق والمانة والشجاعة والصراحة أهلا وسهلا مجددا مشاهدي العزاء عاقب هذا الرابورتاج نرجو أنتم كالعادة الحمدي يالا حمدي ما حالك؟ خير حمدي هاي المشاركة الخامس والله السيد تظهر لنا السامنة السامنة مزلت بنفس الحماس مزلت إن شاء الله لأكيد أنك لتعد راكم التجربة واستفدت من المجموعة من التصويبات التي تقدمها لجانت تحكيم الماضية طيب اللقاء في قول بالمودة عزم ندخل لا تورص في الشيب عينيك لا تضرم حد ولا تدخلش يزاد مولي ما يعنيك؟ باش تعود بسمعك مرفوط طيب عود من هدم ودود وموقر للشيب وحدود الناس اكرف عنهم كرعيك وويديك وخيري تم يعود لسانك زاد ورصنيك مزين حتى سيد حمزة مرحبا بيك الأخو الزمير حمدي يالا شح حركيك الخير خير بسم الله قاف الليلة حمدي يقول بالمودة عزم ندخل و لا تبلز الشيب عينيك و لا تظلم حد ولا تدخلش يزاد مولي ما يعنيك النص اللي مطلع به انتذر قافي يقول باش تعود بسمعك مرهوط طيب عود من هدم ودود وما قرر الشيب وحدود الناس اكرف عنهم كرعيك وويديك الخير يتم يعود لسانك زاد ورصنيك هذه الطلعة مقلل لهلمة تقول الناس طلعة من ستيف الواتن اتزمت فيها بحد الأدنى المطلوب من عدد ستيف الواتن وحد من يحصر فيهم بمعنى ذاك ما تليد دورش معنى عن من يتضمن افكار لقافة طلعة ويحصرها مستيف الواتن ذاك خيرو الكلام يما قل له تقول الناس عن دغن الزين وزينه يرتام في الناس المعلومة من له و الكثرة منه و الدوام تخليه بلا يتمل به اللي يلغن من الكلام و الكلام اشبه فيه اللي قل له زين ما شاء الله قلت باش تعود بسمعك مرفوط طيب طيب زينه و جات مجي مجي هون في بلدها طيب و عسو تم ساهي عينك عن شي هو رحاهي هاي راس طلعة للزميد الديب الكبير اللي مقدمي له تحية منه هون وبقينه المبروك طيب باش تعود بسمعك مرفوط طيب و عوده من هادم ودود مقر للشي بوحدود الناس كرف عنهم كرعايك و ايديك و خير يتم يعود السانك زاد و رصنيك اي رسانك و رصنيك هون عبارة زينة يا غير القراءة المجازية للنص عنك هون تبغي تقوله عضل السانك ها هو معناك انت بيها ايه او ذاك كنت موافق بيه بيه اللي هم تطابق و امودي تقول الناس عن العين اللي كبرت عن حاجبها تخسر واجبها و هذا متقاطع مع هاي تاه دوية تجيب تنتهون زيان عندي امودي تضمينا كده الحديث الشريف يسوى عن طريقة غير مباشرة مني تقول الناس كرف عنهم كرعايك و ايديك و لسانك زاد بيهدي المسلمون سلم المسلمونه مني لسانه و يديه معرف عنا ذاك انت جايب و هم متحمدوا معني انفاجأك بيه و داني شي مكتشفوا و انا اذا من التعاطيك انت وتجاوبك مع القاف القاف امودي كان الاتزام تام بمضمول القاف بالموضوع بيه القاف فيها منها فكار القاف القاف جاب فكرتين جاب بالمودة عس من الدخل و لا تبلاط في شي بعينك هون نجيب تشيبه هون القاف ماهو ماهو عن لجنت تحكيم باتفاق مع لجنت الاعداد ما راتش يدير و دار تشيبه هم القاف هم فكرة اساسية من افكار القاف و لا تظلم حد و لا تدخد شي زاد المودي ما يعنيك هاي افكار مودي ثاني عن عدم الظلم عن هذا مرفوض و لاو مقبول و لا تدخل شي زاد المودي ما يعنيك وهذا هون طلع عجابته كامد مني يقول حد باشا تعود بسمعك مرهوطيب و عودة من هذا مويدود و مواقر للشيب و حدود الناس كرفع عنهم كرايك و ايديك و خريتهم يعود رسانك زاد و رسانيك في قمة السلاسة و في قمة الوضوح و في قمة الانسيابية مرحبا بيك حمدي يارف شكرا مرحبا بيك سيد حمدي يارف شكرا هذا الاسم سيضل إن شاء الله بيحول الله خطاقا في السماء و في الأدب حانيك في هذه الربع الخضيلة لي هذا الاسم هريارا و تحية لك و تحية الأدباء هذه الأسرة كاملين خلالك باشي تعود بسمعك مرفوض طيب زينا هذا السؤال الشرط اللي هون اطرحت باشي تعود بسمعك مرفوض طيب وعود أمنادم ودود ومقر يشيب وحدود الناس تكرف عنهم كراعيك ويديك وخير تتمل يعود لسانك زاد وراء سنيك الناحية الشكلية طلع من ابتت ما فيها الشلاهيين قال ما فيها عيوب شكلية هذي الحرف اللي قبط هذا الدالي الموسيقى حتى هذي مرفوض ودود وحدود هذي قال احدود انا بعد مهزين عندي قال اطريق بيت طولة ومقر طوف للشيب وحدود مقر للشيب وحدود تقدم لس شوي الناس تكرف عنهم كراعيك تكلم لك حمزة عن معنى النص هذي ما قلت لك عن الراويزين عندي لقنا هذي مرفوض ودود وذكرني بطلعه اللي قلنا فرض عليهم من يعود فيه المعنى وقلنا مرفوض جاء بالمقصد مقصود وخرجوا في البيد أخلانا وذرانا وتعدى حدود مولانا في اخبار الامانا فاصل كان في نقاد الشهود تعرف من هو قنانا وراعين ماني مجحود الخلق راعي حذانا ومعانا وفطنتم وعود مولانا مزال ورانا حد مراعي فيه الموزون ومراعي جانا مولانا مبداعا يكون عدانا ماتيتان طبعا للنص زميل الحمد السلام مليون ونصب حيون من المنبر وشي نقول لك هذا نظرين تبارك الله نظرين ما فيش لاهين قال حد أخبار وياسرة يقد يقول لك عن ذيك مثلا ما طراقت كيف نقول مودة والظلم غير مولي ذا كاملة بدلا ما طرقته بشكل واضح في النص فهمت بشكل واضح غير قبت ذا كاملة جبت منين قلت ويديك خير يتم يعود لسانك زاد ورسلنيك شملت ذاك المحارب كاملة وهذا الحث نوم الحث هنا على الاحترام الآخر الذي احترامك حريةك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر منين قلت حدود حدود الناس يقرف عنهم ضمنيا يوحي إلى احترام الآخر وانت تباكر الله انت تباكر الله ما غارب على حد مثلا في المدرسة عادي يقول لغنزين عادي يقول لغنزين عادي يقول لغنزين في الوالدين الشامة خالصي ليبوية وعيون المدرسة وين التعطف بتعود بحق نانك بتخلط مالك وطلعها وطيبة تعليك طيبة تعليك شكرا جزيلا امتمنى لكتوفي مرحبا حمدي كيف هو هذا؟ بس تعود بسمعك مرفوض طيب وعود نادم ودود ما تلاحظ معي لأن الموسيقية اللي هون بين اود اود ذاك زين وزين عندي هذا جواب الشاطر ما حكمت نلغى بقاء قلت للا باش تعود بسمعك مرفوض تفل ويت مستقيلة بذاتها طيب مش طيب طيب زاقرة طيب في هذا كامل طيب في المودة وفي الأخلاق وفي هذا الطيب كامل اللي يعود فيه ما يقدر اجعله طيب ما خلق وحميد وعدم نادم ودود ودود مولي شي فوق الطيبة هذا متراسب وما قرر الشيب مقر الشيب وحدود ذاك اللزوم زين حتى بين ودود وحدود وحدود هون تفيد عراض الناس ومالها ما تقربها يعني لا تظلم حتى هذا معني ضيمني لجي في القافل زين عندي لك ما عملت كلمة القافل قبل لا معناوته وعملت وتو حلبته هون طلع طلع عملي هون أنا أقول عنها جسد أدبي لا بيه الجسد فيه كرعين وفيه ريدين ونسان طبعا والسنة وهذا للاق بطل الجسد وده كل مخاطب شو باش كرف هم اللي هون كرف عندها قراءة زينة هي كناية كناية يعني لجاج يحكم مقره لين هو يحكم مقره عن الناس معناها عنه مولا حق الناس يعني حدود مولا حقه كرف عنهم كراعيك زينة قالوا يديك تقلت تنقرى قراءة ما زينة بيه اللي لجاج ما زين عليه كرف هيدو لا زين مولا إليها بسطة لا الوسطيوتو يغير بعد هون نفهوم منهم عنك لا تلحقهم كرف عنهم كراعيك لا تقسهم أنك تدور منهم العاب وحكم مولي عنهم أيدك لا تعطاش بيهم واضحة واضحة لما قلت لك عنها كناية وخير التم يعود لسانك زاد ورصي منك حتى هي كناية عن الحكمة النتجة عن إدب وهي لسانك مولي تحجر لي طلعت حباول محمود عض لسانك لا تجرع حد يكي يمون خالق شي ثاني هون يقول له عندي طلعة مولي كدرقاجي يرجاعها بتيت ناقص لا أريد معناها وخليها مولي معناها لديك أدوات الغبط يتصر معها ويتم تنقص مثلا يقول له عود سمعك مرفوض وعود مناد المدود وقار شيبة وحدود الناس كرفك رعيه عنها وخير يعود كذلك السلام يكتف ويتعدلها أنت رأساك مهم الله من هذا جانبته هذا نص ما خسر عليه شيء ومتمنى لك توفق شكرا حياك الله حياك الله حمد يارا ما يحييك على نص ما تلقى عدم كبير يضاغة اللي يتقال لك لساتذة بالمودة عسي مندخل لا تبلغ صغي شيء عينيك ولا تلغ محد ولا تدخل شيء زاد مجلي ما يعنيك طبعا ما حاول لقافة أربعة أربعة ولا هم واحد في القيمة ثلاثة منهم ماضحين مثلا لا تبلغ صغي شيء بعينيك واضحة لا تولم حد ويتخل شيء زاد مجلي ما يعنيك بينما المودة شاسعة مودة داخل فيها ياسر 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 لا تخل فيها البرور تخل فيها صيت الأرحام تخل فيها تخل فيها ياسر تخل فيها الكرم تخل فيها هذه العنة كبيرة وعريضة وقد قال حد الله هي وحدها يجيبها وعود جابها كامل أقمتوا باش تعود بسمعك مرفوض طين من أكثر صيفات الحميدة السبة لرفوض السمع هي الكرم باهم تحد يعود راجل طيب قال لك لان قاعد مسالم يقول ما باس لا نقد بعد رفوض السمع اللي عادي أقمتوا بيهل اللي قاعد مسالم أعطي راس العادي أقمتوا غير الكرم من من دمور اللي زين عندي حد لا يقول باش تعود سمعك مرفوض تعود كريم الله عود باك عاد موجب للسمع كي سمعة حاتم مدنى باهم باش تعود بسمعك مرفوض كيف تعرف تجمل بالسخاء إذا كله عادي من يغطيه كما قيل السخاء باش تعود بسمعك مرفوض طيب عود منادم مدود ومقر للشيب جبت طبعا جبت ديك جبت بصغ أخرى ديك لا تبلاز في الشيب عينك جبت انت توقيرهم بعبارة أخرى أشمل وحدود في ناس تكرف عنهم كرعيك حدود هنا الله لعنك واحد حدود حق اه ها حق بنا ما هو جمع حد مدنى حد وحد ما هو العين كل جمع الحدود عين ليه جمع حد ما هو رقاج مدنى حد موريقة جمحة كو strange هذا هنا يطور حدود الناس مشاتنا ان تتكلم عن حدود لا تتكلم عن ناس اذا تم التعصد من هذا اخر اخر مخاطبة هنا عاد الناس محتالي حدود يطور الناس عاني كنية حدود انا نختارك بيت ويتكلم عن الناس ما هو قاعد الحدود ما هو حدود فهم هاجي يجناس الناس أمكارعيك و أيديك ايديك غالاكسي دي في ذلك اللي ينفهم اللي ينفهم منها مع أنه مولي هو ذا كامل وكله ذا كامل ويعضد قولة لكل مقالي أو مقامي لكل مقامي مقامي لكل مقامي مقامي عيال الكلام يعود كفرته حاليا ويوم اللي يعود لابد من نوع فاقته معا وعيالي مثلا يستدل بها على الفتنة وللسان يستدل بها على قلت الفتنة إذن عندك لسان بلسان وليت مكروفة هون محمدة هذا بصفتولي محمدة بينما كريف ليدي اللي شارلك الي سيدي ذاك مذمة إذن ما هو وعدك هذا ما هو عنه ناقض لنصك أنت نصك جاي في السياق ويقول يالله يجي فيه فاك فمتو يديك آخر يتم يعود لسانك زاد وراس النيك انت بعد لكان لسانك وراس النيك معنك لاي تقول يطلع هاي الطلعة زين ما انك لاي تقولها معناها أن السان عيش المراتش بيه يتقدم شوي عن السنين يكان قد حد يقول طلعة كيف هالي زين عندي لزوم إيك بدلا من إيك زين عندي إيك كرعي سنيك ما عجبت كرعي كوي دي فمتو ملي لك المقابلة بين الكرعين والدين ملي زينة عموما اللي صيفت النص زين كيف قالوا لك القوم يقير هالي صورة زين فيها تعود يزيد هالي تعود شاعرية فاك فمتو كل ما عاد صورة شاعرية كل ما عاد أحسن هالي لسانك زاد وراس النيك واضح من الظومك واضح للعينك لي يقير ما هي شاعرية حتى أنا عرضتها الشاعرية لا بيهالي ذكي مليانا عبده زين فيه اللي يتنفيه اللي ينك شحان ذكي العاجل وذكي سنين وذكي لموت اللي يتوخي الله الشاعرية اقدام با با وانا زين فيه تم صور شاعرية دائما وذل قلت شكرا جزيلا لشتحكيم التوفيق شكرا جزيلا لشتحكيم التوفيق الحمدي يارا في هذا الدور والبقية للمتسابقين اللي متواجدين معاه هون الحقنا مشاهدي العزاء فقرة ضيف شرف وضيف شرف الليلة هو الأديب المتميز اللي ما لنا لعد به دي هو الشاعر لخليفة السلامي خليفة شحالك ما إشاء الله إياك لباس سبارك الله أغبت غيبة مانعة عنا إن شاء الله خير أوش محضرنا المحين أنتحنا بأدرس أنا دايما أسمع أغناك فرطلال كذلك كذلك يقول المبارك كان اللايقين في الفيضة عند عمارة منزل في الطير وفي مين فوهام جبيل القارة كيف ذلك؟ يقول حكم الفياض وحكم الواد لبياض والفيضة إلى الجواد وشرقانه هذو الأمهاد اللي يتل جبيل القارة من فمي إلى ساحل من قادل في ديره هذا التبارة كالله وزينه يشوف تزاد الفكح وطار في غارة والعلب وذوق القورة قدادل قبل الساحل القرارة هذا ومن شوفته من نزاد موق ولا نشكار من نزاد أن يحكم الفياض نبغي ونبغي العمارة في الفيضة ويشرقان رياضي يعودوا وجبين القارة حتى الليلة يقولون مولي من عند المحجوب المفتوق نختير انتوق على الواد وزير الفترشوق طالحو من ساحل القليبات نراه ذاك القارب المزروق واحدون من عندهم مبلجات لمسايل وجوه بليشوق من تليمون قبل الأمنات نجبه ماني مصروق عنه مستقبل فرويات نافد ما خمانت في المرق عمقية الواحد في ذات نعم أهلا هم لخمانات نظام الضيب المجيب المفتوق من تليمون قبل الأكبر نعم فوزير الفياض للتليات نعم هم هذه القبليات هم وقباته من عند القارة من تشييت نعم تأخبر يومون ملحوب بركم القبليات بالله نعم 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 ذائق نعم وراه أعلمني علام الغيوب وفايا والمحجوب نعم والفياض وذلك العرقوب اللي قبلت شرق الفياض لذلك الزرع المسحوب سهل سهل وفاضل لي فعل والحق ذلك السحب المرغوب في شرقان من العراب غيران عليها بمسبوع مرق ذلك الزرع اللي خال ما يفيه ولي فيه التوقع عصراية يسوع عاد رياضي أنه بعد الله ملعوق وماذا الفياض والفياض السلام عليكم ورحمة الله شكرا الجزيل الذي بالمتميز لقليب السدامي لهاي المشاركة القيمة اللي عوضنا عليها وعودونا عليها كذلك بقي الضيوف الشرف اللي معنا نفضلناه من السباق القوافي لا في النسخة الماضية ولا في النسخة ومشاركة الفاضل اللي نعود لحقنا ثاني متسابق معنا الليلة اللي هو لحسن عيلال من مدينة الصمارة أرى بيك الحسن مرة ثانية في بلاطو سباق القوافي راجل لك التوفيق قلت من الناس اللي دايما تواضب على المشاركة في الفرنامج ولا زالت مصرة على أنها تحظى بإمارة سباق القوافي لنخلوكم مشاهدة الفاضل مع هذا الروبرتاج السلام عليكم ورحمة الله بحسن عيدال من مدينة الصمارة عندي طلعة مشاركة طلع عطالة دي تقول نبقى في جانا زاد واد أعبر به اللي قطباد عليه السحبيلين عاد دارك صدره في طميمه وليوم منين الله لا تتوي في الواد نقيمه نرعى في الواد اللي أخلئ من حيوانه من خيمه وخلئ من صدره لا تلقي في النعرة في قرزيمه شفت الواقرة اللي كنت غايب عنه يصبحانه راعي ذيك المزرائب وموات السيدان من اللوكار إلى أخترنا وكرنا وعليه غرنا فتنا فيه لا جهرنا حسيان في حسيان زبو كاط وزا عبرنا وملاقي ووديان من لحباشة لا يدرنا قاعدتي ومان ذي الواقرة اللي يكبرنا في هاي المنان شفت الواقرة اللي كنت غايب اياك شعار جدو لفتار بالوزن يمدو رحبا بكم مرة ثانية مشاهدية الأعزاء عقبني شوف نحن نتم هذا الربرطاج اللي تكلم عن بحسن عيلال القادم من مدينة الصمار بحسن شحالك؟ بحسن شحالك بحسن شحالك بحسن شحالك تأكل برنامج السباق قوافي الحمد لله دائما تواضبا ليه وأكيد المولي كذلك اللي تعد استفدت من مجموعة التصويبات اللي كانت تقدم بجانب طبعا الموتون الشعرية اللي تعد حفاظت وهذا اللي يساعدك في انك الله لقد قضل التجريبة قبيرة الحمد لله يقام بيقول بالمودة عُسَمنى تخد لا تُبرز في الشيب عينيك لا تضلم حد ولا تدخليش يزاد المولي ما يعنيك هذا هذا قام بوجيهي والبتيت التام ماذا قلتaching لتهandersنين؟ بالمودة عُسَمنى تخد لا تظلم حد ولا تدخليش يزاد المولي ما يعنيك مقرا من المودة تدخليه على حاله وило تضيع نفسك عنه ولا تظن بخوك ولا تذيه وقرد أكبر منك يحظيك والنما هو همك جوديه عود ديب وعود اسكي بيك زي حتى توفيق شهر الله أستاذ محمد نمين حياك الله الحسن على الأهل شكرك علي المشاركة ولتطلاع دلقاف رغم بداية بعد نقول لك عن عن طلعتك هذي القاف تطلعتك القاف عنه ما يمنى شبه غناك عندي ان شاء الله تابعتك نصف نظيم ان شاء الله غناك جيد القاف تكلم عنه أربع محاور وسنتي تنتق شيفيه المودة خليه على حاله شفت خليها على حاله فيها نوع من الجفاء فهم وشيفيه نوع من الجفاء ذاك خليته على حاله معناها ذا من نوع من الجفاء ذا من نوع من قلتص فاوية بين أكتو هو بين حد وذاك شي قاع يسوشن هو واناها ما زين عندي لين عدت هو الموجه مرغب يرغب يرغب في الفضائل والقيم كامل قاع يسوشن هي عنها قيم لا يترغب فيها قول للناس عنها تعدلها خليه قاع معجم بعد قاع معجم خلي واترك ما هو معجم قاع توجيه يسوشن عنده معنا أخر يلين تقول شي فيه ما ودا خليه يفهم قاع حد عنك تقاع ضد الوعد يلين يسمع على حاله قولتك شي فيه ما ودا خليه على حاله فيها نوع من الجفاء يقتلك غير قولتك تمسك به ترد التخمام للسكة الصحيحة إذن جاء تمسك به بدأنا نعرفه باللي عينك له يقير قولتك خليها على حاله ما زينة تبدأ بها طلعة لا هي تدعي فيها للتشبث بالمودة لا تظلم حد لا تظلم خوك ولا تذيه تني قلت تظلم تخل فيها الأكبر أنا هتذيها عادت فيها نوع من الحشو به اللي لذا لا يدخل في الظلم وقر الأكبر منك يحضيك هذي زين منها صورة القاف ولا تبلظ في الشي بعيني ما أنا هانا نختار لكم حد منكم لا يطلع يحاول بعد عنه لله يطلع ما يقعدش به منه قاف من أربعة في الواتن حاول عن طلعته اللي ستة في الواتن اللي عنده فيها نوع من الحرية مساحة أكبر من مساحة مول القاف ما يقعد زين مني صورة في تافل بي صورة أعطاها مول القاف ما يجسوا منه أنا لا يطلعه حاول عنه الصور لا يجيب ما يعدو زين مني الصور لك اللي أنت مصور تقع عاقبه هو وتصوير كل كل مذلا جيل وراجيل يعد أشبه ما لأنك أنت زين عندي قبيل تصويرين قال منادم لا تبلص في الشيب عينيك هذه الصورة عن توقير الشيب يلا أنت تجيب شبه منها وقال لك وقال لك بار منك يحظيك ضعيف هذه التافلوية الحسن يحظيك مولي اللاجب توتوف وماشاء الله الرائع عندك مع الرم لا تظلم خوك زينة بعد فيها إشارة لظلوية والقربة شدوا مضاضة على المرء وقال الحسن المهندي واللي ما هو همك جولي هذه هي لا تدخل شي زاد مولي ما يعنيك على همك أقبض حولت لنا القاف من مساحة ضيقة شعور أقبضت روائع مركزة أقبضت طعام مركز مركز حتى وصبيت رياس وصبيت روائع معناها أنه في قد ياسم طعمته اللي كان يا الله يعود بيها صليم فكو معناها عندي اللي ما وهمك جولي يعود ديب وعود اسكي بيك هذي من اللي يعود اسكي بيك؟ ملاهة متمالص مع المتلقي دوريوفو افتر دوريوفو من طلعه شفت لحسن قطعاً ما عندك مشكلة الوزن قاعبي اللي قلت لك عني نتابعك من خلال النسخ السابقة نتابع أغناك متميز ما شاء الله أتمنى لك التوبة مرحباً مرحباً الحسن شحالك بخير نص فيه قدر من أفعال الأمر ما نلقع على واحد منه نعل فيه خليه وفيه وقر وفيه وعود أديب وعود أديب نفسه هذا أسلوب من السليب الإنشائية فيه الأمر النهي يغار كحضور أسلوب يعني تعود اللفظ متاوم المعنى يعني تعود ذاك زين نص ما فيه ذاك من الصور قدر أجي نشد معك الأخبار فيها قال لي نحاول ما يمكن عني نمشي معاكل شي شوف لا تظلم خوك ولا توذيه وقر لكبر منك يحظيك كل ما وهمك جوليه وعود أديب وعود أسكي به هذا يقف نقدي نقلع من ذي طالعه بمعنى مفهوم المودة المودة هي المحبة والرحمة والرأفة وفعل الخير بنية صادقة هذه المودة مفهومة تقلت تش PUAT مدى فيه علا حاله وتمسك به قال لي بدو عنا المودة معناها الحقيقي ما ما موالله زاد ما توفقت أنك تجيبه بطريقة هاو التفوات ويمت تستقل واحدة منهم عن واحدة تش PUAT ما تكف علا حاله وتمسك الواضح ويمت معناه أن ننقذر ويتدو مجدو وقع نعود وخلو لك انتا قاف ولا تظلم خوك ولا توذيه وقر لك بر منك يحظيه واللي ما وهمك جوليه وعود الديب وعود اسكيبه لا تظلم خوك وهون تخصيص والقاف قال لا تظلم حد لا تتم اسوى خوك اسوى موخوك ما تظلم حد شامل ولا توذيه ان قد نلتمس لك الهي عذر بعد عنه الإذاء قد يعود بالفعل والقول والظلم مولي كذلك مثلا عنه قد يوذيك ملسانه قد يوذيك بيده والمسلم منسلم الناسه من يديه ولسانه واللي ما وهمك جوليه زينق جابت معناه لا تدخل شي ما يعنيك وعود اديب معناها عندك متخلق يا ملأدب ملأدب الأخلاقي ملأدب 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 خالقة تقول نوع من الناس بلا تخمام لا يفصل بإحلال والإحرام يخسر الكلام والأنظام ويرد الكلام كنميمة ملأدب 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 يا ملأدب يحاول ماء ممكن أن يقبض القاف يشوفه من ناحية المعنى يشوفه من ناحية الشكل ينفوت يضبط معناه ويشوف المحاور اللي هي فيه يشوفه من ناحية المعنى هذا القاف فيه ياسم جماليات تشوفه بالمود عس ندخل يمعنى بالمحبة الرحمة والطيبة لا تخل عس من تخل وعس أمر يعني يتمسك بهم ذي كنت تمسك في الطلعة ويرقى الوفقها قال الله وقالها الطريقة واضحة بالمود عس من تخل يعني ما يلطب أحد أركانها يختل بعد قاعدة ومسكنها ولا تبلط في شيء بعيني كناية على الوقر لا تبلط في شيء بعيني كناية على الوقر معناها أنه ما هو ملا الشيب عن احترام الناس كاملة يقال بعض كمثال الشيب محد يحترم الشيب وقطعاً عنه يحترم الناس ولا تظلم حد قريباً وبعيداً ولا تدخل رأي تدخل وتدخل هون لزوم ولا تظلم شيء بعينيك زاد مملي شماية نيك هذا مملي لزوم هذا شكلي يغير بمعناه منين عد من نعود اللفظ نتاوم المعنى هذا يعود زين يغير منين نعود المعنى على حساب الشكل لك ستعود موزين هذا ممصيك على رجال جتم يطرح له باله ولا يعجل على العموم هذا نص أسلوبه بسيط وواضح بعد اللي باغي تقول انت فيه واضح يقال لا تعود خانتك فيه العبارات والله ذاك النسيج المعنوي خانك شوي مثلاً عنه هون نقول لا تظلم حد لا تظلم خوك ولا توذيه وجيت مباشرة وقلت انه وقر لاكبر مع خالق ربط فهم أداة ربط بينهم وخالق يلتن روقف ويك نقول وقر وقر لاكبر منك ملاحك يغير قاعد تجواء والعطف تنيرسك لا تظلم خوك ولا توذيه ووقر يغير ملي فهم ليه تعود تعكلياً فهم وين جيك تعكلياً بدأ اغير عنك على الكلمة تغيرها شوف كلمة ثانية وقر لاكبر منك يحظيك ولي ما هو همك جولي وعود الديب وعود الاسكي بيك لا حسن عيلال اسكي بيك متمنى لك توفيق مساء الخير حسن عيلال شفيه المودة خليه على حالي وتمسك بيه ولا تظلم خوك ولا توذيه وقر لاكبر منك يحظيك ولي ما هو همك جوليه عودة ديب وعودة اسكي بيك وبالمودة اسم ندخل ولا تبرز بالشي بعينيك ولا تظلم حد ولا تدخلش ذا دم ولي ما يعنيك هذا القاف اتطرق الى اربعة محابر ولا يقول هم لك اللي هو المودة اللي هي المودة واحترام والتقدير كبار السن وعدم والظلم ايضا وعدم اتطرق الظلم وعدم ادخال النفس او الشخص ما يدخل منه بشي ما يعني تقلنا قابل حساني هو المحابر الاربع جدت نتا في الطالعة انا عكس اخوة تماما عند منين قلت عند منين قلت شي فيه المودة خليه خليه هون خليه في مكانه طبيعي ما هي هون ايجابية ما هي سلبية بالنسبة لي قرأت هنا النص قرأت الشخص الى النص قرأت الشخص الى النص شي فيه المودة خليها لحاله ايه واشنعب وتمسك بيه المودة هون يدخل تحت ماضلته تمسك بيه القيم الفاضي لكاملة هذا اختصرت انت منين قلت شفيه المودة خليها على حاله وتمسك بيه تمسك بيه هون الحرص على الاخذ بذيك بزمام ذيك القيم الفاضي لكاملة تمسكت هون بيها ولا فصلت معها وذكرت عند منين قلت ذكرت المحور الاول في القافة اللي هو المودة طرقت للظلم وقلت لا تظلم أخوك أو دبقيه ولا تظلم أخوك ولا تذيه طرقت المحور الثاني المحور الثالث هو احترام والتقدير كبار السن وطرقته منين قلت وقل لك بار منك يحظيك تفهم من ناحية المعنى واللي هو عنك ما تدخل في شي ما يعنيك جبت مولي وقلت ما هو همك جولي شي ما يعنيك جولي عنك واختمت وقلت عودة ديب عودة ديب عودة ديب وزين طبعك وكريمه للناس نفعك سير من المعروف يدعك نشرع مهن قاس ولا لك يدوم نجعك نهجك وتواضع للناس وفي شي يرفع تم ساعي ومش يحذر عاس تم تم اللام رأي يلاقب بين الناس تنقال عودة ديب هون سنها طويلة وكيف اسكي بيك ونقول له بكلامنا اليومي ونقول له فلان ذاك ديب فلان ذاك اسكي بي فهمت أنا سنها طويلة بالنسبة لي شخصيا غيراتي للنص ما كانت ما درته هون مثلا حاشو كانت الدداء هايضا نصوحة ذانا درت أنت مني ذكرت المحاور اللي في القاف عجبت مولي نصيحة ذانية عندك أنت عودة ديب وعودة سكي بيك عودة ديب وكيسوا البيب بتواضع لي المولا ويطيب دخليك وعودة كبير وشيب في المعروف وفهمت الطاعة وتم اللي رأيت من راكيب الدهر ويسوف قاعش الدعليف لا في العيب وصفر كوبة الداعة يلمسك ذات عاقي بيدين الدهر بشناعة والساعة في المزمانة في الأخلاق صبرك عودة معه جماعة وصفرنا خلالها في العقل الرياض الدهر الله ساعة ذاللي قال له ذاللي قال له محسنات البلاقية ما أجبتها هون ما عندك جيناس ما أجبت هون جيناس ولا أجبت مراد دايد ولا شيء يغير قاع ذلك هم منه المضمون هم منه مضمون هم منه مضمون لقاف وانت رقاف طراغت له عندي هون يحظيك هذي باردة شوي وانت رقب بيت اجبار كلمه بلا يديره بالهماهي وقع الأكبر منك يحظيك يغير بعد عموما لقاف المحاور اللي جاوا في القاف طرقته وانت في الطلعة و وذاللي قال له التوجيه سنة طويلة حتى هو سنة طويلة والمقنين كاملين بعد بدأوا بهذه عودة ديب والأس عليه وزين عندي هذا فعل الأمر اللي نهيت في طالح تكون عودة ديب هذه عودة ديب وشفي المودة زين عندي هذي هدم الحذي ما هدم لا هدم حراش لا هدم تحركيز لا هدم شي شي بيتطلعته أتمنى لله في التوبير مرحبا بك أخذ ديب الحسن عيدال في حالة كاك الخير الحسن عيدال الليلة ديجن تحكيم وأنا مودي بشكل خاص كنت نتحرى الحسن عيدال يجيب نص رفد شوي من هذا وعد قيمة وامتر حرارة بيالدي كاملين خلال هاي النوساخ نعرفوا مستواك صراحة ونعرفوا ذا ديبات لك تجيب من لقنا مزين ومتناظر ومبدوع ومطبوع نص الليلة نص الليلة تقول فيه شي فيها سابق نحكي لك النص نقول لك عن المغني والله زاد متسابق منين يقبل الطلعة والله زاد منين يقبل القافل القافل اللي ليه يطلع يعود عنده هامش كبير من الحرية غير هو يضيق على راسه بعيزات المولي يقبل الفرصة بشكل إيجابي والساعة دارت دارت الموضوع ياك ويجبر راحة ويجبر اريحية بتعامل مع القافل وهذا اللي خلق لك الليلة عنك ضيقت شوي على راسك دين ارتخات شوي بطلعة قد شيفيه المودة خليه على حال وتمسك بيه شيفيه المودة خليه على حال وكنت نختار قاعد به اللي اختار قاعد زيدها قاعدة ما اتخليه على حالها يا غير معني بعد احترم ذا اللي قال فيها الأستاذ محمد مولاي اللي قال فيها مولي مقبول ولا تظلم خوك ولا تذيه هاي خوك هون عند منين ضيقت شوي على راسك نبغيها قاعدة قاعدة تقول حد والله باش يتم تفادي ذاك من الحصر نبغيك شوي تخلي ذيك شمولية تخليها شاملة وتخليها عامة ولا تظلم خوك ولا تذيه ظلم اللا نوع من الأذية وذاك فات قالوا لك الأستاذ محمد الامين جيت مولي له تقول وقر الأكبر منك يحضيك يحضيك هاي عندي أنا باردة شوي جاتني دود المستوى واللي ما هو همك جودي واللي ما هو همك 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 تعني بها تعكس بها انت تتافل ويت اللي تقول شي زاد مولي ما يعنيك يعود شي ما هو همك يعنيك مولي وما هو كل همك يجد يعود ما يعنيك فمن الأمور اللي ما يهمك غير تعنيك مولي ودي ما هو همك جودي وعودة ديب وعودة سكي بك هذا كامل مقبول هذه العبارات كاملة كاملات اللي جبت هون من جهة تخدم النص يا غير من جهة مولي ثانية جاء تضرب النص عن هذه كاملة وعودة ديب وعودة سكي بك هذا زين يا غير اللي يقلوا يقلوا الربط يجي بسيط يجي لاب كلمات ما هذيك الكلمات قاعدة يتعود مرجية من مولاها يغير عيه ايات تنفعو تنعر عنه ثلاثة وسبك معنا كل تافل ويت تعود له تجي تافل ويت ثانية تسلم عليها ما بانت بل تركيبه ما فهم ولا حس المتلقيعه ما فهم له يعود هو يوقف اياك تنقراتها ما فهم ودي ما هو همك جودي وعودة ديب انت الدور بيه تعكس شي زاد مولدي ما يعنيك يقول المغني مزينة الدهر في حد ما زاز في حد لحد ويتم فيهم الرد الكلام يقس علي وخاسر سمعه ارتد مع عينه في تواسيه ويتم في شي يمشي لعاد اللي يعنيه ويتم مولي شي ما يعنيه يخلي هذا مقد التعبير عندي مولي هون هذي وقر له كبار منك يحظيك يقول حد يجبر الهلم خلال لقاف المعروف ابو عمران مرصق قد يقول بس سمعك يعلم وراك قد يثب تموناك وصديك ولا تسف مع احد درعاك الدقيق أخر منك ريك الدماغ وبعد مولي من الموضوع منين نرجع لك الاطلع الالتزام واللتباط بالقاف انت ما يقال لك شي انت تفاهمه يا غير الله ضعفة الطلع شوي والغناء يقع كامل لا كيف يذهل المور ثانية كيف يدهر الله ساعة ساعة يعود زينه حاله ملاه الحظ يجيب غنى زينه يجيب هما يغندون ذاك غير ذاك كامل إلا واحد يقول دمغاني يقول ما أمن بعدين على الموضوع يقول ما قطل حد عطيت عهد وعنه وليت صابر قد اللي ريت مش فيه تفرصي وعلى حاشي ترخيت اللي هنا عندنا تفرصي فموري ما نرتاز هي كامل حرصي ونعري عنده تغزاز لحد اخر درصي الحسن عيل لال راجي لك توفيق ومرحب بك شكرا جزيل اللي اجتحكيم التوفيق إن شاء الله للحسن عيل لال وللمتسابقين الثانيين اللي معاه في هذه الحلقة هم شاهدين الأفاضل لينتوقفوا شوي مع فقرة أدب المكان والنادو كالعادة الذي بمتميز محمد سالم بابا مهروسة الوهلة مرة ثانية على بلاتو ملنام السباق قوافي عودناكم دائما أنه يقدمنا مجموعة من المختارات الشعرية اللي متعلقة بأدب المكان رساد غنالة طلال اشتاري مصاب الدنيا تنثن بالليلي نعرف فيها من طربي وتم السنة في بلد هلين نجيها بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف المرسلين السابق ما لبيت طلبك في الأطلال عندي طلعة مديحية باقي فخلاقي ما سبب لش ونطلب من المستمعين ما يحكم عليها ما يحكم عليها مشاهدين مشاهدين نقول شكرا منادم من العادي الدوم أه يوم وشريف وصدوق ومعلوم ومعلي يعني وكفان قاله والدنيا تركبت قدوم عندي وإناصلت ثالة وخيرتي في فهام العموم مارست عنها كسالة والذي وخيرته حق الدوم محمد ليس للرسالة واطر مع وخيرت الرسول وخيرتات تعود حثالة بهمون الفتح والبلول وخيرت وسبقة الحوالة جميل حتى الله الله مصر السمسين طلع لله هنا أحكي لك تعرف تير سبطيت عنها نعم عندما أبطيت عنها وجيتها عقب ذاك عدت لهين مثلا عدت لهين مخاصمها محسسها عني عني راني خالق نعم قلت بيني وياك الماترة وقسم بالشيقين كتيرس انتي باخله والله بيكتشيرين قلت انزلناك مثقرين بمحاصر ما هم داويين وعلى الأنفاس معاولين وانتي مغلض خيمك مغلض كاتيرسي وانتي مغلض خيمك لانت أسرح وانتي مغلض ليس لأيمين ونحن اضمينك كاملين وانتي مغلض من تحزيمك وانت اعتقدت غريمك وانت مغلض وانت اعتقدت بها دينك وانت اعتقدت على حال كارلخ بيط اللي ما ينصبر وبيضتي فيه يلي ينبر يمينو فد يمينك ورشيكتي فاغو يلي يندرج فين عينك ما عينك سال على خدك ما حصر وعرق من ذي جبينك من كثر شدة تصدر وتهشام فيه شيمك من كثر ثلاثة علاج جر ظاهر اللي فوق قديمك غير انتي وعدك وعد حر ولا تي منع قيمك البت والهود في كل بحر ما هو مقفول بزيمك فيه درج تبل عرق تسبب ذنينك الحية عادة تنذكر الحية عادة تنذكر الحية عادة تنذكر والفرقاني في حريمك والطبلة زينة وجمر من تزنت وقيمك لتايم سكن فيه جر من لحسان النديمك وصاق من السكرين كسر بيها الله وكريمك وارقة معلومة فام صر ومضلل بتواقيمك وجمع زينة تنجبر واذل الجيمات وجيمك جامع جيمات إلان درج جيمات أضيافينك بين وياك الماتلة وقاطت نهولت في الزراق وما يشيتي فيه لين ساق المال في تيرس ما اشتاق تيرس طاع وسيمينك وقاطت غرفنا من ما زلاغ يشق نفري كيمك والمرتع ودري السنياق من همراجم رجيمك وشوفت المحاصر والتماق زين وريضة حريمك زينة وتصارصراف فاق مركوب على يمينك وبعد مجلل فيه داقاط عروس الزاتيمك وتمير يلبل كيف واق وحنينو كيف حنينك يلبل في الحسي لارقاك وبريمو كيف بريمك بين وياك الماتلة وقسم بشي قيمك كتير أستباخ لا الله بيك تشارين سلام عليكم حتى شكرا جزيلا لدقيب المتميز محمد سالم بابا على هذا الرنزين اللي طبعا ما خلاه اللي تيرس طبعا هي ملهمة الشعراء كما يقال ومشاهدي رفاض ضل لحقنا أول مقطع غنائي وعقب ذلك لنوصل لحنو أجواء تباري تحيالي ويتام ومرأك سباق في هرق وعفين بسم الله وداه لم تيح بسم الله وداه لم تيح بسم الله وداه لم تيح بسم الله موسيقى بسم الله موسيقى 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 أهلاً وسهلاً مشدداً مشاهدي الأفضل عقب هذا المقطع الغنائي له نواصلوا إحنا ونتم أجواء التباري والنادو الآخر متسابق معنا الليلة قادمة من مدينة الطنطان لحبيب المعدل هذه أول مشاركة في برنامج سباق قوافي حتى هو زاد وبالمناسبة مشاهدي الأفضل لهذه النسخة تقريباً بنسبة 45% والله 50% من المتسابقين ما قد خاضوا بالتالي هذه فرصة لاكتشاف المواهب وهذا هدف طبعاً من هدف برنامج سباق قوافي مشاهدي الأفضل لنخلوكم مع هذا الروبرتاج الذي يتكلم عن الحبيب المعدل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحبيب المعدل من مدينة الطنطان طلعت مشاركة تقول حمد ربي بعد بلباس في الناس ولا لغاية فيه ولا لغاية في الناس الناس ما تكتل حد ولا تحييه ولا نيمول أكثر أخبار في الناس ولا نيمول أعار في الناس ولا عندي لنشار به الناس ولا نسفيه بين الناس ونحلف مرار الناس وهذا شعع به حمد ربي بعد بلباس في الناس ولا لغاية فيه ولا لغاية في الناس الناس ما تكتل حد ولا تحييه شعار جدو الأفكار بالوزن مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدي الأكارم معاقب هذا الروبرتاج الذي رأينا فيه الحبيب تلخيلوش علىك؟ إن شاء الله ماذا لديك ظروف التطلاع وأجواء التباري الجديدة عليك؟ إن شاء الله الحمد لله يقول بالمودة عس من الدخل لا تبرز شي بعينيك لا تظلم حد ولا تدخلش ما يعنيك؟ ترجمة وترجمة والأكزة من لا تبرز الهجائية 고شان الله عنها الألأة بالمودة عس من الدخل ولا تبرز شي بعينيك ولا تظلم حد ولا تدخلشه الموز لي ما يعنيك؟ بالمودة عود بملاعس وعزم لكود أحترامك للناس أولود على الظلم الناس أنتكافيك المسارات الحمزة مرحبا بك الحبيب المعدد بك والد أراني إذا دانا بدوري مرحبا بمشاركتك ومرحبا بانضمامك لأسرة سباق القوافي الله يحوظك السابق نشد دانا وتال أخبار في الطلعة نبغي نسولك هون السؤال تافي الويت وبين القسرهية والعود لا تدخلوا لبيك ومصيك لا يتعود أول تافي الويت بليت بها سنتيت بها ذاك يظهر ذاك يظهر بذاك مودي يظهر مودي عن فطن أفهم ومقدرة على فهم الأمور بهذه المشاركين أنا شخصيا نبغي ذاك النوع من التطلاع القافي الذي يعود ملاه هو شيء خمام فيه نهاية الطلعة ما هو بدايته الذي به الساس هو الذي تحتاني من الطلعة وهو ذاك اللي فوق يسوع عليه يجيب حمان يا الله زاد يعود حرارته جاية تصاعدية ما فيه تطلع ما فيه ترقب عن ذا اللي اللي تعود بدايته حامية حتى ويعقبي برد من التالي ذاك ذاك عندنا الدمغانين معاق إذا نرجع معاق للطلع ومشد أنا وانتفيها شوية أخبار قال يلقاه بالمودة عس منتخلوا لا تبلزوا شي بعينك ولا تظلم حد ولا تدخل زاد مودي الشماء عنك قلت انتهي الحادث بالمودة عود مو لا عس مو لا عس وعس من يكوت بالمودة عود مو لا عس نبغيك تشرح لي أنا ذاك عنه يعود بالمودة مو لا اهتماء مو لا عس حق وذلك تقول عنه بعيدة شوي بك منين تقول يالحادث بالمودة عود مو لا عس منين تسمع مو لا عس تشكع على كلام بعد لا تعود له مو لا عس على الشي وعلا قرابة وعلا احترام وعلا دوام علاقة تعود تعبر بهذاك التعبير مو لا عس عس من يكوت احترامك للناس عن طيبة احترامك للناس هك واضح ولود عن ظلم الناس انتهيك عن ظلم الناس انتهيك ما معنى أنا عرف هنا عنك تختير تقول عنه شبت هاي عن ظلم الناس انتهيك مو بان بين عن ظلم الناس وانتهيك كلام كان لابد منه يقالهم اختصرت انت المسافة وقلت انتك فيك يا غير ذلك ما هو صاحب ذلك ما يصلح تلابد ذلك من تقول عن ظلم الناس هذا لعدلت وو لا عدلت وو لا زاد لا وسيت و لا عملت به انتهيك يا غيره تجيب مباشرة وتقول عن ظلم الناس انتهيك إلها تم حلقة بهم مفقودة عند المتلقي كان يخطي لك جيبها عندها كامل سليم ذلك كامل سليم لأمور شويتهم المضمون ومنين عدم ولي لا بد لك من تقول انتك فيك وقلت عن ظلم الناس واذكا فيك وانا انتك فيك ذلك الوقوف فهم الغير مبرر ما استحسنته وطلعه وزيان عندي حتى هذا التضمين او بين البشرهية والعوض لا تدخلوا بيهما السيك بالمودة اسمت خد قمة الروعة وانصولوا بدون عناب بدون تكله جواحد ومن ثيابية زين حتى وطلعوا مالك صيرها استهلواتهم شوفت عنه ياسر من المشاركين شكت عنه لجناف هار مفروضة علي عنه يجيب ستي فلواتنا ذلك ما وفرد نعرف حق الله يغير ذلك ملي ما معابع المشارك المتسابق منين وفي معناه يجيب ذلك اللي يبغي هو يجيب ستي فلواتنا ذلك ما عايب عليها عنه عنه يرجع اللقاث وهذا الخلق هون هذا الخلق هون كامل سليم كامل زين كانت عندي ملاحظة بهم من قد مضمون ملي تم تغييب محور أساسي فلقاه ولا هين قولوا لك منين تقول بالمودة عس من تخل ولا تبلز في الشي بعينيك هذا محور من محاور لقاك وهو محور أساسي منين رجع للطلعة ونقولي الحادث بالمودة عود ملعس وعس من يكون احترامك للناس ولود عن ظلم الناس انتكافيك وبين القشرهية والعود لا تدخلوا بهم مصيك نعرف عنه هذا المحور شرط لك عليه ما تم التضمين في الطلعة وهذا يخديه تمقال لشوي غير ما أم خليها عنها تشيان والله تعطل عزينا ما شاء الله الداعن لقاف منين نطرح وجات في ذيك الكلمة ولا تبلز في الشي بعينيك عن ذيك الشي بهم ما جات نجي احتباطي والله توف هلأ لجنة عن زين عندها التمدي في جوافهم والله الشي ذاك محور في المساسي يدل على احترام الناس الأكبر من هالسن وذاك اللي من الطبايع اللي يطبع بها هذا المجتمع اللي عبد تم ذكرها في الطلعة على العموم الطلعة ما شفت فيها مرقلة مزال كل مور الشكلية تكلموا معاك فيها الإخوان أعضاء الدجنة ومجدد الترحاب ديك نعم مرحبا حبيب المعدل مسار خير مسار خير طرعتك ستي في الوقت حتى هي من ناحية الشكلية ما فيها الشي لا ينقال الحادث في المودة عود ملعس واسمني كود احترانك للناس صلود عن فعل عن ظلم الناس تكافيك وبين القشرة هي والعود لا تدخل والبهم مصيك ما أفهم من ناحية الشكلية ما أفهم الشي لا ينقال فيها من ناحية المضمون أفهم ارتباك وضبابية في المعنى شعر لك لها حمزة هي كمولعس تخلي متلقي ولا تخلينا تخلينا احنا ها وابلجنا لبعض لبعض مننا في الحيارة معرفة اللي إلهية كانك عاس من المودة مثلنا معنى ك معنى ك مثلنا دافرها واللما مثلنا تخلينا توف ارتباك ومن ناحية ذا اللي ينقال له المحسينات البلاقية عندك محسين هونزين اللي هو بين البشر والعود هذا المزهل اللي ينضرب لها ينضرب لها ينضرب لها عندنا في أزوار الحساني ينضرب لها عدم تدخل في عدم تدخل في شمال رقاش مثلا ما لا بد منه يقول لك الترش منه يدخل بين الريشة والعود به الترشة ينضرب لها كل شيء يدخل فيه فهمت وهذا بعد توفقت فيه طبي له حد كبير وذالي ينقال لها أموالي التضمين اللا ما هو اللا ما هو مثلا أموالي حتى هو اللا ما هو بسيط وذكرتني ب طلع بعضهم التضمين التضمين هون والاقتباس ما ذكرناهم ما هم أحد التضمين ما قال التضمين حد لا يبام المثل والله كلام مأذور فهمت الاقتباس هو الاقتباس من النص المحكم حد لا يتنظرني اقتباس من القرآن العوين وانت بعد هون تباكرة تفوقت فيه حتى يقول واحد عدل سمع محمد وعدل كل شيء كامل زين لي وقل لي غير المعطلم الساسي لكن معدل شيء به يدل على ملك الله قاسي اللا معين بيه ليه أعطيه بلاك اللي واسي والله ما هو معين به يرفض خاطئة ثم الحاسي لنرجع لك السهون لطلعتك أنا أعدلك التعديل شوي تسمحوا لي لنصك باش نتخطاو عليك الضبابية الحادث في المودة عود معروف باعتوف وعسك قاع يكود احترامك للناس ولود عن فعل الخاسر ومصيك بين القشرة والعود لا تدخل الله يجازيك بالمودة والله يجازيك بالمودة عس وعلى العموم أنت تخطي لك تحكي لي لأن عندك طالعة والله شيء لك توجيه تطلل التسابق توجيه حمد ربي بعد بلباس في الناس ولا لغاية فيه ولا لغاية في الناس الناس ما تكتل حد ولا تحييه ولا أني مولة أكثر أخبار في الناس ولا أني مولة عار في الناس ولا عندي لنشار به الناس ولا أني سفيه بين الناس ونحلف مرار الناس وهذا شيء بي حمد ربي بعد بلباس في الناس ولا لغاية فيه ولا لغاية في الناس الناس ما تكتل حد ولا تحييه تحييه خلالكم حيي تطنطان شكرا جزيلا على مشارك الله يحفظ مرحبا الحبيب مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا المعدل هذا النص معدل الله يحفظ هذا مثل عندي هذا التوازي اللي عدلتم بين الحمر الثلاث والتفوات الثلاثة اللي بقوا مرحبا وكأنك كل بالمودة تدخل و لا تدخل شيء بعينيك خصصت لها الحمر و لا تدخل و لا تدخل شيء زاد مملي ما يعنيك خصصت لها التفوات الثاليات الثلاثة الثاليات معناها عندما قد تلقاف خصصت لها الحمر و عندما قاعدت تلقاف خصصت لها هذا مثل نقل وتوازي و الموازات باطر و لا تدخل نقص معك بعد جمالية النصي الحدث في المودة الدعود ملعس و عس هذا الأمر من اللي فيه توكيد لاصي عس الثاني توكيد لاصي النقود احترامة للناس فعله قول يعني ما تدخل حريات الناس كاملة أنت مقوم و مملي هذا ما يريد أن تقول ولود عن ظل من الناس أنت كافيك أنت كافيك هذه عنت قراءتين أنت كافيك عنت قراءة دونية أنت كافيك عنك كنت أصلا كنت جبار أو الله كنت غالب أو الله أنت كافيك أنت كافيك أنت كافيك عنك من تعدد تهنى و أبرع هذه قراءة ثانية و بين القشرهية و العود هذه كناية عن تطفل الحضرع و عياتهم من اللي تعود كناية عن القوة نقول البداع ذاك اللي فيه نقدم كود البداعين ترويت ثانية نسيها و نقدم من اللي ندخل بين عودان و هومو و شورو هذا دليل على القوة على العموم نصفين نسينا مالي هذه السلوب النهي اللي هون لا تدخل و بيهم مصيك هاو ترويت ثانتين ناعة لا تقع عن طلع و بين القشرهية و العود لا تدخل و بيهم مصيك بالمود و عس لا تدخل تماشيتي مع القافنا و عنا ذاكراه قع بصراك حمزة فيه و أخمولي وهذا الجانب جمالي والله نحن نلوذ و تعرف صور البياني طيتنا بعد يبوه هذا الطبق المليان ما شاء الله هاي بين قشرهي و العود تموره مالي حلو و ماني مكثر أخبار حكي لي مالي شي مغنائك و ماني مالي مالي بلعجل مرح هون مرثية بحق جدة تقول من بت البير تقول عشدتو عند منين جات شورك عند السوالة حزمها يلا بثباتي الفيدك كل مساله نعم ما قطن هارو جارها مكت محلات و عارها بالسترة و و وزارها تلقاه و بزيان حاله تلقاه زين اشبارها عنده و جيت تلالة شور الخيمة خطارها ما يمشو مك جفاله و عشدتو و قاع أخبارها من قيل و لا من قاله و منين قاست دارها بمر المولى تعاله هذلات العين امطارها و القلب بقيت قاله و عشدتو عند منين جات شورك عند السوالة حزمها يلا بثباتي لفيدك كل مساله هي يا رحمها و فلسع لي هون الله يبطيك عناصر هارثاء تمني لك توفق الله حياك الله الحبيب المعدل حياك محييك و محيي فيك هذا إن شاء الله الخيال الشاعري المجنح من خلال هذه النصوص النمولوجين اللي حكيت للنساتين و قطع نحدث معهما يقول عنه ما كبر منك بالنسبة ل نص ان شاء الله متمحرم مع القاف طلعا متمحرم مع القاف ناص اللي و ناص الليها خلق رواية كنت تذكي فيها عنك ما ورطك لعبت على الفاصلة ما ورطك الشكل حتى مثلا ذيك المحسنات البديعية ما مشيت بشي موقتك بهاللي دائما في الارتجال الطمي اللي يجبر المتة السابق عني يمشي وقته في حفوض شيء ما بتجبره طبعا طبعا حفوض بعد قائل رواية زين فيها تنجبر هي راي يبدأ حد يحفلها رقا يحفلها مبادا جبرت صعيبة وانت كنت موفق في ذيك ذيك المردة قولتك فقط فمشي من نصايح لا هي هي اللي لا يتعود الساعة السماء لا هي نقول لك قلت الحادث بالمودة عود ملعز قولتك بالمودة عود ملعز ما هي قولتك بالمودة عود ملعز ما هي فويسة عندي بيهاللي ذم خلي مفهوم عناك عود بتحصيل المودة ملعز عناك بيها بالمودة عز اللي كيف يقولوا عن الغناء عن الشيء لا بيهي فهمتوا غنيون بلا مال عين الناس كلهم وليس الغناء إلا عن الشيء لا بيهي أنا أنتم ملي هون حق كيف شارلك ستاة الحمزة يلا تعس على المودة غير نملي بالمودة من رأسها كراسيت تعس على رأسك وتعس على عرضك وتعس على اسمي أنا هذا كامل وخليت له المفهوم فقط هذه الحادث ما عادت عندي من معجم التوجيه الحادث دائماً من معجم التوحيد إذا نعود لمغني يطرق التوحيد خرص عظمة الله سبحانه وتعالى وتسيره لهذا الملكوت هو اللي يستحضر عنه حادث الأمر نقفل دائماً 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 ожид دائماً psychologistظار العدد تجبره الله في التوحيد فأناك ما تجبره في إذن إذا و PV التأتي حدث دائماً دائماً بالمعدة والمغني صغير مع مaji من معجم التى تقول يا عقلي الله يا راسي الله غير ما معناها لما عند شرف ما وحادث صغير فأنا كفهمت فقط من أنا نقول عن كل غرض عنده معجم غير الشيء من الناس صيف يفطن لو شيء من الناس ما يفطن لا أكذنتم كل غرض عنده معجم خاص به الحادث بالمودة عود ملعس عس منيكود احترامك للناس أكامل وزين وملس وفواصل وواضحة ولود عن ظلم الناس انت كاذيك انت كاذيك من اللي يتناتروها عندي غرضين يتناتروها عندي غرض التوجيه اللي هيcarbon غرض التوبة هناك نوع من التوبة عن ظلم الناس لما مبهما بالناس معنى هلا حقك التوب فل meow إذن فمتب ديك وده كاذيك اللي قالتلك زينة وده ملّي انتي كاذيك اللي قاللك ديك وده كاذيك اللي قاللك حمزة زينة ومعناها وانتك هذيك ومالي اللي قال لك سيدي مالي معناها زاد كلهم مذنوا السلين وأتمنى لك توفيق إذن شكرا جزيلا اشتحكيم التوفيق الحبيب المعدل ربما قدر من الثناء على طلعته وهذه أول فرصة له في سباق قوافي رجل التوفيق وكذلك للبقية اللي معاه في هذا في هذه الحلقة فمشاهدين الفاضل لحقنا فقرة المديح النبوي ولين عيطوا كالعادة الأديب المتميز محمد مبارك وليارا اتفضل ياكي سمعنا بذل محضرنا من المديح ومن لغنا الخاص بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بذل الصلاة وإذك السلام هو تشحرك ما شاء الله واش محضرنا دايدا دايدا محضر لكم طلعة قايلها واحد من أدباء ذي المنطقة واللي كان من مؤسسين والمشاركين في تأسيس برنامج سباق القوافي واللي كذلك له الفضل على توثيق الكثير من هذه الثقافة وكان من أوائل المؤلفين اللي ألبه في الثقافة ثقافة في المنطقة واللي أعطاها كليته كاملة وهذا مناسبة بأن نذكروه نعترفه به الاعتراف بالفضل الفضيلة وشارك في توثيقها كتابة وإعلاما وإجتهادا يا الله الأول هو الأخ والزميل المحبوب محمد والدنيمان خيرت يقول في مدح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في من قول المدح صراع للرسول وسدات أنواع بلا تقطاع ولا قاع بلا موفى ذي معروفة وبلا حد من المدح اكراع بلا موفى في للرسول وذا شاع مدحيله وبذا موصوفه طلعي ومن أمداحة تساعتي في الواتنها معروفة زين من ثنيات الوداع طلع البدر طلع البدر النمى لفوفة بالصدق ولمانة والباع الواسع هي محفوفة في الصلاة على اللي شعاع نوره ما خل ملهوفة أم حدها بالسلم وذا عصيته بالنور بلا موفى بد وشاع بلمن وتركاع الأعداء لصبحة مظروفة الرومة يديها مكروفة قدامه وكردها قطاع من الحق وصبحة حوفات عرات ودخال بقاع قبله ما كانت معروفة بها عم الإسلام وشاع وعادة ذي البقاع طروفة من الإسلام برسول طاع لذلكون بلا تكلوفة صلى الله عليه من أرباع ذلكون صلاة بلا موفى وبلا تكلوفة والشفاع ملائك تجاة صفوفة محفوفة بالنور وبنواع من الصلاة المعروفة والله ما هي معروفة قاع فمر الغيب صلى المعروفة منين اجهار عمة الانواع كل بلد فرحت بالمختار الصادق الامين وفي نهار عم الإسلام بلا موفى كل بلد وانهزمت كفار الإسلام ودخلت هوفة في الحديبية صار صار وفي بدر وحنين تروفة جيش الكفار وتم الدار تكرر الدار بمردوفة كل نهار الطيح الطيح لعبار من الكفار المشغوفة والروم عرف هذا وحبار يهود لصبحت منسوفة والمشركين أمام الغار حاروا من دونية الشوفة وما بصيرتهم قهار ورجعوا بقلوبة مخطوفة من بناء الرتلة لديار بخيوط وبيضة مخلوفة من الحمام وصار اللي صار وانتشر الإسلام في موف الأرض وعم وبد استقرار توحيد الناس المالوفة بانتصار على الأثر انتصار وتقوّل إسلام الصفوفة بالمهاجرين ولن صار همتهم ما هي مصروفة بالهمة ردوا الاعتبار حربتهم ما هي معكوفة وهبوا للشهادة الأعمار واختاروا عنها مخلوفة في الجنة نعمل اختيار ما هي من الأعمار محذوفة والمديح وجب وتلاويح أكمام المديح طروفة مدحو بها قطب التصحيح رسول الله بلا موفة مدحو اللي جبت المديح طلعة فالطلعة مردوفة مدحو مدحو حتى شكرا جزيلا الديب والشاعر محمد مبارك اليارة على هذه المخصرات اللي قد مننا وبالمناسبة راننا محيين الديب المتميز اللي يعتبر أحد مؤسسي برنامج سبع قوافي ومن الناس اللي ساهمتوا بشكل كبير بحفظ الأدب الحساني والشر الحساني على وجه التحديد اللي هو الديب والشاعر محمد نيمة ومشاهدة لفضل لنعود لحقنا ثاني مقطع غناء وعاك بلاك لنوصلح ننتم أجواء التباري موسيقى 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 والنبي كدار قدت واضرحت إي حيني حتى زاد حتى زاد حتى زاد إنا وعيته وعيته يا أمي والنبي حتى زاد إنا وعيته حتى زاد 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 حتى ز أهلاً وسهلاً مجدداً مشاهدي رفاضي العاقب هذا المقطع الغنائي نعود الحقنا في فقرة الحكاية المرحلة الثانية في فقرة الحكاية والذيب المتميز لحبيب الخرشي مرحباً سهلاً وهلاً مرحباً سهلاً وهلاً مرحباً سهلاً وهلاً مرحباً سهلاً وهلاً نزاد قرات وسبع قواف الليلة بديب من حجمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر لجنة التحكيم ونشكر المشرفين والإعداد ونشكر العذور والشعار المتسافقي على هذا البرنامج يقول أحدهم يقول أحدهم تجلاج الدهر اللي يورى رأيناه على كم منصورة وجلج قاع اللي يورى من تقلاب الدهر الهدام تقديم الكان اللورى وتقعيس الكان القدام يقول حد ثاني الدهر اللاف منين عليك يقفي عنك ويعسريك صبر عنه من زال يجيك واحدهم وتقلب تخمامه ولا دلل لا يذيك يا عقلي تلك الأيام والأيام اللي يؤمن عليك ويؤمن لك الأيام هذه ما بغيت تعقلها بالعجلة يقول حد ثاني يقول حد ثاني عقلي ماكن تصلك تهتم بشي ماهو قدرك وهم تم قبيل على ذاك اليم هذا الحزيم اللي غدرك ماهو قدرك وخير التم يا العقل اللي عارف قدرك زاحت يقول حد ثاني يا العقل اللي تم القواد يقودك والصواق يصوقي لا زوقي قد فطن زاد يقودك ويصوقك عن زوق زوق رانك ماكن تجيه جيته والدوق جمالك به لعدو جيته ولا خليه رعي ذا ماهو بشي مالصوق اللي تميت انتبديه من فقدك لديارك محروق ذاك شغادي للدوق جفيه أثر وشغادي فيه الزوق والسلام عليكم ورحمة الله زين حتى شكرا جزيلا دي بالمتميز الحبيب الخرشي تفضل تفضل على هاي المختارات القليلة هم مشاهدي الأفضل نعودوا لحقنا آخر مقطع غنائي وعقبوله يعني نعلموا النتائج يا حيالة ويتام مراكا السباق في هلقا يا الشات والذيب خلوا بينهما يا حائلة يا حول بين الشات والذيبي بينهما يا حائلة يا حول بين الشات والذيبي يا حائلة يحول يا حائلة يحول بين الشات والذيبي بين الشات والذيبي يا حائلة يحول يا حائلة يحول يعلموا يعلموا ما في شاتي منطيبي باي بي بي وي منطيبي ياهي وي طيبي الشات تعلموا هو أنذيب يأكلها وذيبوا يعلموا بيدي شيتي من لطيبي أيوي من طيبي جيتك وانا قاطع أمولي من منتك يا غير انت يا أح جيتك وانا قاطع أمولي 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 منتك يا غير انت يا أربطي رأسي قولي لي بك يا والله هي 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 يا لبارح ضوى يا لما مسخوم يا مسخوم يا مسخوم يا لبارح ضوى الظلمة مسخوم ريتم وراء وخطعت عني يا علي 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 وصبرت بها يا قير اليوم خلتنا بوفها هي يا ريتم وصبرت بها يا قير يا قيري أصفرت لها يا قيري يا ببوها هي يا ببوها هي 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 تبوت يا والله هي 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 إذن مرحبا بكم مرة ثانية يا مشاهدي الأفضل هون العودل حقنا المرحلة الحاسمة وهي مرحلة الآن النتائج والتي من خلالها هي يمشون معنا متسابقين أثنين الدور والنهاية والتي وادعنا باللباس واحد منهم وهي النادي للمتسابقين تباعا الحبيب المعدل من مدينة طنطان الحسن عيللال من مدينة الصمارة حمدي يارا من مدينة العيوم شكرا هذه مجموعة نقاطها متقاربة حتى حسب تقييم اللجنة القاف اللي نعطى لهم قاف من البتايت في التوجيه يقول بالمودع السمندخل لا تبلز في الشيء بعينيك لا تظلم حد ولا تدخل شيء مولي ما يعنيك؟ لا تسمح لي لجنة التحكيم على التعقيم على هذا القاف أنا بعد تفهمي له لا تبرز في الشيء بعينك معنا أن الناس اللي لا يشيء بل تبرز فيها عينك عموما عموما تقييم اللجنة ب 57 نقطة في الرتبة الثانية اللولة والثانية الثانية ب 57 نقطة من مدينة العيون حمدي يارا ذاني المتأهلين معنا للدور الموالي مقاوه للطنطان وهل السمارة ب 59 نقطة في الرتبة الأولى ومشمعان الدور بالنهاية من مدينة الطنطان لحبيب المعدل وبنفس الحرارة نحيه الحسن عائل الله الرجل التوفيق إن شاء الله إلى هنا تنتهي هذه الحلقة تحياتي وتحيات الطاقة المشرف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى 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 موسيقى